قبل أيام احتفى أهل عدن واستقبلوا هذا الشاب الذي تشاهدونه في الصورة اسمه محمد البلي احتفاء كبير ترمى قصته ولماذا كل هذه الفرحة التي عمت عدن ومواقع التواصل الاجتماعي بعودة محمد إلى يافع سأخبركم بالقصة عام 2016 طلع محمد البلي من عدن إلى صنعاء مع أسرته من أجل زفاف أخته ليجد محمد نفسه في سجن مذبح متهما بجريمة قتل بعد أن تم أخذه بالقوة من المنزل الذي كان فيه تم اعتقاله تعسفيا وتعرض للعديد من الانتهاكات الجسدية والنفسية التي جعلته يقر بارتكاب الجريمة ليتخلص من عذاب التحقيقات فقضى محمد تسع سنوات من حياته في سجن ميليشي الحوثي مهددا بحكم إعدام على جريمة لم يفعلها البطولة في هذه القصة هي تمنح لأخت محمد شيمة المرأة القوية التي سخرت كل وقتها لمتابعة قضية أخيها ليلة نهار طرقت كل الأبواب لتجعل من قضية أخيها قضية رأي عام وكانت واثقة من براءته حتى أتى اليوم المنتظر لها ولأسرتها ونشرت خبر خروج محمد من السجن وكتبت على صفحتها بالفيسبوك الحمد لله وشكر سكان صفحتي ومتابعيني وكل من تضامن معي واختلف أيضا أنت أهلي وناسي وعزوتي وأصدقائي وأخواني وعائلتي شكرا جزيلا لكم ولوقفتكم تواصل شكرها بالقول الحمد لله اللي وصلتها لكم وأكد عليكم أن وقفتكم معي كانت حقيقة براءة أخي وهنا مشاهدين دعونا نشاهد لحظة وصول محمد البلي والسقبال أهالي الحي له في خورمكسر بعدد اشتركوا في القناة رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين كانوا متابعين لهذه القضية كانت هذه أرأوهم ونبدأ من غدا عبد الله حيث علقت قائلة ريت كل مفقود يعود رجوع البلي أثلج صدور الأمهات المكلومات منذ 2015 شيما البلي كنت بألف امرأة هنيئا لكي هذا الانتصار ولا أذاق الله أحد وجع الفقدان أما مهى الأزرق فعلقت قائلة إذا إحنا فرحنا له من كل قلوبنا كيف فرحت أهله فيه الله يفرحهم فيه ويعوضوا عن سنينه اللي راحت بالسجن وتكون سنينه الجاية أفضل وعوض له أما أحلام الشيخ فعلقت قائلة عدا كلها فرحانة لخروجه مثل ما كانت حزينة على سجنه قلوا لمحمد إن أخته شيما كانت جيشه وقبيلته قلوا له إن ربي شد عضضه بأخته ربي يخليهم لبعض تعليق آخر من هند علي تسأل فيه من بيعوضوا التسع سنوات من شبابه من بيعوضوا الأيام اللي ما عاشها بين أهله هل القانون كذا إنه بعد الظلم ده يلا بس يفرحوا وحمد الله أفرجنا عنه مفروض تعويض سخي جدا مشاهدينا السجون مع الأسف مليئة بالمعتقلين الأبرياء وميليشي الحوثي اعتقلت من منقلابها ما يزيد عن 16800 مدنيه خلال الفترة من سبتمبر 2014 وحتى نهاية أغسطس 2022 بحسب تقارير حقوقية يعني سياسيين وصحفيين وحقوقيين ونساء وحتى أطفال معتقلين في هذه السجون قصص ظلم كثيرة في السجون تأكل من أعمار الناس تماما كما حدث مع محمد غير أن محمد كان محظوظا بأخته التي حركت الرأي العام ويعلم الله كم من مظلوم في السجن فأنتم عزيزي المشاهد إن كنت تعرف قصة أحدهم اكتبها لنا في التعليقات وسنقرأها جميعا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة